منقوشاً على صفحة من حجر الديوريت الأخضر نابضاً بالحياة كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس وتلك القسمات تتمثل لنا على وكه هذه الصخرة القاثمة بجوار أبريد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 في القناة